ده الحقيقة بيفرض قضية لازم ننقشها مع المهندس عادلي بخبراته المتراكمة وامنته على قيمة الاهلي الحقيقة ولا لما ارفض الهزيمة ولما انتظر من فرقتي المكسب باستمرار ده يعظم ويعزز قيمة الاهلي ايجابية ولا رفض الهزيمة في حد ذاته ضغط جديد على اللعبة استخدمنا 3 اربع الفاظ في تعليقنا على التعادل وكأنها هزيمة استخدمنا لا ده بالعكس انا مفصول ده ماشي مع كلامك انه اصبح التعادل بالنسبة للهلي كالهزيمة حقا مع فريق ثالث الدوري يعني مش فريق صغير انا كمان عايز اقول ايه الفكرة انك انت بتستخدم 3 اربع الفاظ وانت بتتعرض دفكرة هو انا زعلان اه انا بجاب بقى براهيم انا زعلان ان انا تعديلت انا عايز اكسب وعايد اخلص فانا زعلان بس مش غطبات الفارج كبير بقى الالفاظ هنا اصاز براهيم انت ممكن تزعل اتحقق ما حصلش فانا مش انا اخضب لو ان احنا قدمنا الطراخي لو ان احنا ما كلناش فرص او نجونا نتيجة الهجوم الضاغط اللي حصل علينا عكس المفروض وده ما حصلش كله ده ما حصلش جاوب على كده الاستاذ حاسم استكاوي علق على سوق البخت الكابتن احمد حسن علق الكابتن فاضلى على هذا الامر وايضا يات ومحمد عمر وايضا بس بس هو انا بقول لل الابراهيم الهوية وحبيبي اه انا زعلان بس مش غطبات مش ناقم مش رفض مش مش حتى لو كنت ما بحبش النتائج السلبية اذا اعتبرنا في هذه الحالة ان التعادل ده سلبي وهو سلبي بس مش ناقم يعني مش عايز امت بقى بقى ضوء انت سألت السؤال بقى اللي انا حجبك عليه هو ده بيمس الضغط اه لو خدت لو خدت الامر بغضب حيمس الضغط وحزيد الطين بلة شفت قبل ما تقولها انا عدت لك واحدة غلط لا قدر مرضتش اقولها قبل ما تقول مرضتش اقطعك هلش بنتعلم لا لا انت وستعلم اه وا احنا لا احنا احنا لو تعملنا بغضب ده ينتم ما تكون طالب حاجة من ابنك او بنتك او بيتك او وناس حاولت تعمل وما ما ما حصلتش التبكيت بقى والتقنيب وال التهزيق اه او التقليل حيجيب نتيجة ايه غير انه بيوطر العلاقة وبيفسد العلاقة انه هي قوية لازم تفخر بيها لان الناس دي كلها عايشة كلها عمرها بتخدم فيك ووقف جنبك وما قد صارتش معاك لما يحصل حاجة غزب عنهم لازم نبقى فاهمين هذا الامر لازم نبقى فاهمين ان ما هو حدود الزعل المحفز والغضب المحبط ده اجابة سؤالك اشتركوا في القناة